وفي جلسة اللجنة العليا يوم 16 مارس سنة 1939 كان فيه اقترح مهم جدا في اجتماع اللجنة العليا اقترح حضرة صاحب العزة أحمد فؤاد أنور بيك تعديل قانون النادي ليوافق الحالة التي أصبح فيها النادي الآن فتقرر تكوين لجنة من حضرته وحضرة عبد الرؤوف زاكي بيك وحضرة محمد مذكور بيك لهذا الغرض وأن يكون لها حق ضم منتشاء من الأعضاء واقترح أن يعمل في القانون تعديل من مقتضاء أن يكون ضمن اللجنة العليا عضو من وزارة المعارف وآخر عن اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وزي ما قلنا قبل كده أول قانون للنادي أو ليحة زي ما بنقول عليها دلوقتي اتعملت يوم 25 فبراير 1908 وكان أول تعديل لقانون النادي في جلسة الجمعية المنعقدة يوم 19 يناير 1916 والتعديل الثالث كان في جلسة الجمعية العمومية المنعقدة يوم 4 يناير 1925 تعديل اللوايح والقوانين أمر معتاة في الرياضة وغيرها لمواكبة تطورات العصر ودايما النادي الأهلي كان بيعدل اللايحة تبقى للمتغيرات الرياضية والاجتماعية اللي بتحصل في حينها ما ينفعش اللوايح تفضل جمدة ولا تلب المتغيرات لكن ودا المهم قيام إدارات الأهلي المتعقبة بتعديل اللوايح لم يغير أبدا من شخصية النادي الأهلي ودا سر عظمة الأهلي وفعلا بدأت اللجنة المشكلة لتعديل اللايحة عملها وقدمت لللجنة العليا مشروع تعديل قانون النادي وجه في محضر جلسة اللجنة العليا في 16 أكتوبر 1939 1939 نظرت اللجنة في مشروع تعديل قانون النادي وطليت المواد من أول نمرة واحد إلى المادة نمرة 15 وجه في محضر جلسة 9 ديسمبر 1939 طليت مواد القانون المعدل من المادة 16 إلى نهاية المواد وتقرر عقد جلسة أخرى في يوم الجمعة 26 يناير 1940 لتلاوة القانون جميعه للمرة الأخيرة وفي جلسة يوم الجمعة 26 يناير 1940 نقشت اللجنة العليا مواد القانون المعدل كاملا وتقرر أن تنعقد الجمعية العمومية الغير عادية لإقرار قانون النادي الجديد يوم الجمعة أول مارس سنة 1940 وفي اليوم المحدد لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية وتم تحديد يوم الجمعة 15 مارس 1940 لعقد الجمعية العمومية الغير عادية لإقرار قانون النادي الجديد وفي اليوم المحدد اكتمل النصاب القانوني وقبل عرض مواد القانون الجديد وزي ما جه في محضر الجمعية أشار حضرة الرئيس اللي هو رئيس الجمعية في كلمة وجهها إلى الأعضاء عن الأغراض التي أوحد بهذا التعديل رغبة في النهوض بالنادي ليؤدي رسالته التي أنشئ من أجلها ثم بدأت الجمعية في نظر مواد القانون مادة مادة وطلب من حضرات الأعضاء أن يناقشوا مشروع القانون بالروح الرياضية التي فيهم غير ناظرين إلى شيء سوى مصلحة النادي وبعد البحث والمناقشة استقر الرأي على المشروع المقدم بعد التعديلات التي رأتها الجمعية العمومية الغير عادية